ميدانيا على عدة مشاءات تابعة للتنقيب الأهلي وشبه الصناعي والداخل تنوادب وسيد ماحيو الحامد رفقة المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا السيد با عثمان يؤدي جولة تفقدية اطلع خلالها على وضعية مجهر صبيبيرات بمقاطعة الشام واستمع للعاملين فيه الذين حددوا أبرز المشاكل المطروحة للمنقبين في هذه المنطقة مركز الشيخ محمد الموامل للتعدين الأهلي الواقع على بعد 30 كم شمال مدينة الشام كان ثانية محطات الوفد حيث اطلع على وضعية هذا المشروع المندمج الذي يضم عدة مكونات للصالح التعدين الأهلي وشبه الصناعي وتلقى عرضا عن مكوناته من قبل رئيس المركز المهندس سيد محمد السيد محمود اللبوه الذي أبرز ما توفره هذه المشأة المحطة الثالثة من الزيارة كانت شركة كنزل التعدين المتخصصة في بجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي هنا تعرف الوفد على إجراءات السلامة داخل هذه الشركة والطرق التي تعالج بها هذه المواد وفي مقاطعة الشام المركزية طلع الوفد على الوضعية العامة لمركز التعدين وطرق معالجة الحجارة في هذه المشآت وإجراءات السلامة داخلها وبمقر مقاطعة الشام عقد الوفد اجتماعا موسعا بالمنقبين ومثلين عن منظمات المجتمع المدني وذلك لاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم ولإطلاعهم على تطبرات الانشطة الخدمية التي تقوم بها الوكالة لصالح النشطاء والمستثمرين في قطاع التنقيب الأهلي وشبه الصناعي الهدف من هذه الزيارة هو أني أنا والمدير العام والوفد اللي معانا نطالعوا لأحوالكم أحوالكم كمدة داخله مجال التنقيب عن الذهب وأحوالكم كمواطنين في المقاطعة السيد المدير العام مالو ياسر قبل مهامه ومهم عنده سابق أي خطوة يطلع على وضعيتكم ويعرفها ذاك اللي فاصلي فيه شنو ذاك اللي قد هو يبدل من الجهد إياك يحسن مظروفكم ومالي يعود محدد وعارفه إياك تعود فهم عمل مشترك ومطارح فيها راي وناجح إن شاء الله يرفع من مستوى القطاع اللي تم مداخلين فيه المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا في كلمة بالمناسبة أكد أن الوكالة تسعى جاهدة إلى توفير جميع الخدمات الأساسية للمناقبين بتوجيهات من السلطات العليا في البلد هذه الزيارة كما قال السيد والي ارتعينا نجتمع معكم إياك نتبادل الأراء حول هذا النشاط هذه القطاع مشاكل هذه القطاع وتقدم النشاط في هذه القطاع اللي هو قطاع التعدين الأهلي والشبص الصناعي كيف ما تعرفوا لأنه هو قطاع من احتمامات وخامة رئيس السيد محمد الشيخ رزواني وكما تعرفون مولي لا شك لأن هذه القطاع اليوم حاضر جدا في ديناميكية ديناميكية اقتصاد البلد من خلال مداخل ولا شك مولي أتعرضوا لأن مولي حاضر في مجال حماية الاجتماعي من خلال فرص العمل ليوفر ومن خلال أيضا رغم مستوى الشرائي لهذا الناس اللي يشتغلوا فيه يدخلوا فيه وفي كافة محطات الزيارة حث سيد الوالي رفقة المدير العام المنقبين على ضرورة القيام بواجباتهم فيما يخص الناحية التونامية والتخلي عن المسلكيات والعقليات التي لا تخدم تطوير نشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي الذي من أجله أسست الوكالة الوطنية مع دين موريتانيا الشيخ الحميد الموريتانية مقاطعة الشام